كيف كانت فرصة سعيدة من الأخوة المسؤولين في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أن يجتمع ثلة من المبدعين في الخط العربي من الشباب وكذلك من الشابات المبدعات في هذا الخط الجميل وليقدموا ورشة طيبة جميلة في كتابات وحروفيات تشكيلية جميلة سعدنا إن شاء الله بها ويسعد بها إن شاء الله المركز في مستقبل الأيام فشكراً للإخوة المسؤولين في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على هذه الاستضافة وعلى هذه الورشة وعلى هذه الاختيارات الجميلة اشتركوا في القناة